اشتركوا في القناة ايضا من رموز مسلم بن سالم المحرمي من يقدمنا رموز بالمركز الاول تليها على المركز الثاني ارى ناصية وخالد بن سعيد بن عبدالله بن بروك الحميري من يقدمنا ناصية بالمركز الثاني اما المركز الثالث فهناك ايضا سمحة حمد بن محمد بن عتيج لمهيري مع سمحة المركز الرابع ايضا الوصول في هذه اللحظة من قبل نهب صالح بن مبارك بن سعيد العامري يقدمنا نهب بالمركز الرابع والمركز الخامس الوصول من غزلان للشيخ حمدان بن محمد بالركاض العامري يتقدم على المركز الخامس والمركز السادس اقول هناك ملوح احمد بن سيف بن سالم الضحاك الشامسي مع ملوح بالمركز السادس والمركز السابع في سابع المراكز تتقدم الام جمرة وخليفة بن حليس بن راشد الاجتبي من يقدمنا جمرة سابعا اما المركز الثامن لفتة ومنصور بن احمد بن علي السبوسي والمركز الثامن فهناك لجوة مبارك بن مضفر بن محمد العامري والمركز التاسع تأتينا اللي هي منصر احمد بن محمد بالعكوي السلمي والمركز العاشر من نصيب اللي هي كدشة وسيف بن احمد بن خزاع العامري هذه العشرة المراكز الاولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا التحدي ما شاء الله شوفوا شوفوا المنظر في الامام يعني مشكلات لوحة تراثية جميلة في عمق الميدان ونحن نتابع هذا التحدي ونتابع المقدمة ما زالت نهب اللي انهبت المركز الاول تتقدم بشعار صالح بن مبارك بن سعيد العامري من يقدم لنا نهب ولكن عندها قوات اسرح نوياها على دائرة الصراع على القمة مثل ما تشاهدون الشوط حامي نار الشوط مولع نار ونحن نتابع هذه الشعارات التي تتبادل المراكز بعنفوانية وهناك خزلان ايضا حمدابر محمد بالركاض العامري يقدم لنا جديدة في هذا التحدي المركز الاول الان من نصيب اشوف لفتة ومنصور بن احمد بن علي السبوسي يلا يا السبوسي على ارضية ميدانك دافع دافع بكل ما استطعت من قوة عن هذا الموقع وعن هذا المركز يقدم لنا نفتة اللي بدأت ايضا تطلع من المعمعة تطلع الى المقدمة نهب المركز الثاني تتقدم ايضا بشعار صالح بن مبارك بن سعيد العامري والوصول في هذه اللحظة من قبل اقول نجوة ومبارك بن مضفر بن محمد العامري وصل وصل العملاق العينوي وصل الى المراكز الاولى احذروا هذا الشعار القادم اشوف اللي في المركز الرابع المركز الرابع من نصيب اقول قزلان لحمدان بن محمد بالركاض العامري والمركز الخامس اهني تتقدم ايضا جمرة خليفة بن حليس بن راشد الاجتماعي من يقدم لنا جمرة والمركز السادس تحمل معها رقم مميز وهي سمحة حمد بن محمد بن عتيج المهيري هذه الاسماء الخمسة المتواصلة والمتبادلة والمسرعة الى ناموس هذا الشوط وفي اسماء قادمة وصل ممثل المدام وصل ممثل المدام ايضا على ظهر وزن قادمة عبد العزيز بن سعيد بن علي بن كليب من يقدم لنا وزن ذهب وزن قوه وزن ناموس قادمة ايضا هناك الوصول من قبل ايضا وصيفه وسيفه المسلم بن قنزول العامري اول ذاعل بن قنزول العامري هذه الاسماء مشاهدين الكرام ناخذ المركز السادس تتقدم الآن اللي هي مهابة واحمد بن حميد بن عبدالله الشامسي هذه الاسماء مشاهدين ولكننا نتفرغ 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 للمقدمة يا ابن طويل ونشوف يا مشاهدين نشوف المقدمة نتابع اللي ما زالت اللي ما زالت راس اللي هي لفته منصور بن احمد بن علي ومكتوم مكتوم بالشيبه السبوسي يلا يا مكتوم يلا يا مكتوم الجماعة بدوا يحركون الجماعة بدوا يحركون اتحركت اتحركت اللي هي جمرة وخليفة بن حليس براشد الاستبي من يقدم لنا جمرة سكت على الابطان والموقف يا بي شد الحزام سوقه على الاول يا من لاك الحلال ويحركوا يحرك ابو محمد يحرك بن كليب بن كليب يا بن كليب بن كليب يا ابو محمد يو الله وزل عبدالعزيز السيف ابن علي بن كليب من يقدم لنا جديدة مثل ما قدم لنا هملولة يقدم خيار الاصائل في هذا المهرجان السنوي الوصول ايضا في هذه اللحظة من قبل اشوف القدوم 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 بن شقرة شقرة قادمة سالم بن حمد بن محمد العامري هناك ايضا تتقدم الان اشوف ايضا مهابة احمد بن حميد بن عبدالله الشامسي 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 وهنا ايضا الاشتبي بن كليب بن كليب الله يهي معركة يلا يهي معركة 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 قوية بين الاصائل ولكن عادت مرة ثاني شقرة شقرة عادت مرة ثانية سالم بنحمد بن محمد العامري العامري الاشتبي بن كليب أشوف أيضا تتقدم الآن هناك ياهي معركة ياهي معركة جمرة جمرة حارة نار جمرة جرة المركز الأول جمرة راحت من المركز الأول جمرة اتباعت المسافة المركز الثاني أيضا المتحدة محمد بن غدير بن عبيد اشتبي بن غدير أتانا من حيث لا نعلم ولكن المقدمة مع جمرة بن حليس بن حليس سلام يلهير سلام لبن حليس سلام إلى العين سلام إلى بن حليس تهانينا والناموس لخليفة بن حليس بن راشد اشتبي المركز الثاني المتحدة المحمد بن غدير بن عبيد اشتبي يوم المركز الثالث المركز الثالث تغرودة وراشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة والمركز الرابع المركز الرابع كان من نصيب وصيفه وصيف بن مسلم بن قزول العامري المركز الخامس المركز الخامس فهناك شقرة سالم بن حمد بن محمد العامري هذه لحظة وصول مشاهدين الكرام لحظة الوصول إلى خط النهاية من قبل جامعة خليفة بن حليز بن راشد لستبع سبع دقائق ثمانية وعشرين ثانية تسعة جزايا من الثانية تهانين وألف مبروك سلام يالهير سلام وسلام أيضا للعين سلام هذه جامعة مشاهدين الكرام اللي اتاتنا في اللحظات الأخيرة أما اللي وصلت بالمركز الثاني كان من نصيب المتحدة لمحمد بن غدير بن عبيد الاشتبع اتاتنا في اللحظات الأخيرة ووصلت إلى المركز الثاني بسبع دقائق تسعة وعشرين ثانية ثمانية جزايا من الثانية تهانين أو الناموس اللي وصلت بالمركز الثالث اللي وصلت بالمركز الثالث تغرودة راشد بن سالب بن سعيدة بالحلوكة سبع دقائق تسعة وعشرين ثانية وتسعة جزايا من الثانية تهانين أو الناموس للجميع مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور نحييكم أجمل تحية في انطلاقة أشواط صباح هذا اليوم شكرا لكل الزملاء الذين سبقوني بالتعليق وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي من انطلاقات الإثارة من انطلاقات أشواط هذا الصباح المميز الجميل شوطنة التاسعة الخاصة باللجاية القعدان اشتركوا في القناة